ارتفاع قليل على درجات الحرارة واستقرار على التقس يوم الغد والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع ان يتشكل الضباط في ساعات متأخرة من الليلة وصباح الغد في اجزاء عدة من البادية والسهول الشرقية والتي تتبح سهول محافظات المفرق والزرقاء وشرق وجنوب العاصمة ويشمل ذلك العديد من المناطق الهامة مثل الطرق الصحراوية الدولية إضافة لمطار الملكة علياء الدولي أما نهار الخميس فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وبذلك تكون أعلى من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام بعدة درجات ويكون التقس تطيف بوجه عام في أغلب المناطق ومعتدلا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كمياتنا السحب على ارتفاعات مختلفة شمال ووسط المملكة ويسود طقس بارد في مختلف المناطق في ساعات الليل وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتجدد تشكل الضباب في أجزاء من البادية والسهول الشرقية في ساعات متأخرة من الليل بمشيئة الله نتبعنا السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري